طيب منتخب النشئين بتاعنا بخيادة الكابتن محمد وهبة والبطولة العربية وفوزه بالمباراة الأولى فوز كبير جدا على المنتخب السعودي 3-0 في أولى المباراة بصراحة دايما أنا بتكلم على محمد وهبة وبقول إنه هو مدرب محترم ومدرب كبير جدا راجل يعني أكاديمي جدا وراجل عنده من العلم الكثير والكثير فيه فنيات كرة القدم بصراحة بيشتغل يعني في هدوء جدا مع لعبته وزي ما بنتكلم دايما بنقول عندنا لعبة كويسة تحت في النشئين وعايزين إيه بقى الوضع الطبيعي بتاعنا إن إحنا لا إحنا موجودين على طول في كاس العالم للنشئين وموجودين على طول في كاس العالم للشباب وشفنا منتخب الشباب بتاعنا إزاي شرفنا كابتن محمود جابر في البطولة العربية الأخيرة اللي تلعبت في السعودية والهزيمة بركلات الترجيح من المنتخب السعودي في مباراة كنت أنت الأقرب فيها وكنت أنت الأحسن فيها وأداء كان كبير جدا وفستا يعني كسبت العمان وكسبت الصومال وكسبت بعد كده مطشين من العيار التقيل إذا كان المغرب ولا الجزائر يعني الشكل كان كويس أوي خصوصا كمان في المبرانة هائية ده كان بالنسبة للكابتن محمود جابر وكذلك كابتن وهبة يعني طبعا برضو معاه فرقة محترمة وفرقة كويسة برضو يعني شغله واضح وشفنا حتى الدورة الأخيرة بتاعت شبال أفريقيا اللي كان لعبها وكان قدر أنه هو يتحصل على البطولة فيها وأعتقد أنه هو لو استمر على المستويات اللي هو بيقدمها ده بعد المباراة الأولى خصوصا مبارح قدام المنتخب السعودي 3-0 وعلى فكرة هو يمكن حتى لسه كزمان المنتخب السعودي في موت شودي يمكن من 15 يوم أما كان في السعودية بيلعب مبارتين وقدر أنه يفوز برضو على المنتخب السعودي في السعودية 1-0 وقدر أنه هو برضو يفوز على المنتخب السوداني ومبارح زي ما بنقول بيبدأ مشواره بفوز كبير على المنتخب السعودي 3-0 وبيقدم جيم كبير جدا غير الفرص اللي ضاعت اللي كانت ممكن تخلي نتيجة تاريخية لمحمد وهبة إمبارح فأعتقد إن إن شاء الله إحنا في طريقنا لو اللعيبة دي كملت على تركيزها أعتقد إن إحنا ممكن نشوف المنتخب راجع من الجزائر بالبطولة بإذن الله خصوصا إن إحنا عندنا لعيبة لعيبة كويسة جدا يعني شفنا خضر اللي سجل هدف الثاني شفنا أبراهيم عادل اللي سجل هدف الأول أيمن عبد العزيزي اللي سجل منتخب فيه عمر سيد معاوض ابن الكابتن سيد معاوض واحد من أحرف اللعيبة اللي موجودة في السن دوت وراجل هيبقى ليه شأن كبير جدا وفتكروا كلامي دوت عمر سيد معاوض أو خلينا نقول عمر معاوض كابتن منتخب الناشئين ده الراجل ده شفوه في خلال السنتين ثلاثة اللي جايين الراجل هيبقى من أحسن اللعيبة اللي موجودين في مصر أنا بقولي الكلام دوت طبعا أكيد مش عشان سيد صاحبيه كده ولكن أكيد ناس كتير فيكو عارفين سيد وسيموا عن سيد فإن شاء الله منتخب بإذن الله كله هيبقى يعني إن شاء الله على مستوى الطموحات بإذن الله ويمكن واهبة حتى بعد ما اتكلم على المباراة ما نقال لك عندنا أخطاء هنحاول أن احنا نعالجها الفترة اللي جاية ولازم نشتغل الشغل دوت لأن في الأول وفي الآخر سواء بطولة شمال أفريقيا اللي اكسبها أو البطولة العربية اللي بيشارك فيها دايات ما هي إلا مجرد استعدادات لإن شاء الله المباراة الرسمية بطولة شمال أفريقيا اللي هي هتبقى مؤهلة للبطولة الأفريقية اللي هتكون مؤهلة لكاس العالم اللي هتكون في بيرو إن شاء الله بالنسبة لمنتخب الناشئين طيب بالنسبة لمنتخب مصر اللي بنبرح كان للافتتاح هيلعب طبعا مع لبنان إن شاء الله يوم السبت اللي جاي الساعة 6 دي هتكون المباراة التانية والمباراة الأخيرة هتكون يوم الثلاث هيبقى قدام المنتخب السوري ودي هتبقى الساعة 9 مساء طبعا منتخب مصر دلوقتي بيتصدر الترتيب خصوصا بعد التعادل ما بين سوريا ولبنان منتخب مصر ثلاث نقطة سوريا ولبنان نقطة وأخيرا السعودية في الآخر بدون رسيل تعالوا نشوف التصريحات بتاعة الكابتن محمد وهبة وقالي الكابتن محمد وهبة بعد المباراة لابد من إغلاق ملف مباراة السعودية ولكن هناك بعض الملاحظات يجب الوقوف عندها ومعالجاتها لمنع تكرارها في مباراة لبنان هناك بعض الأخطاء المتكررة من بعض اللاعبين وهذا ما أسعى لتحسينه لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في بطولة كاس العربة التي تعتبر تجربة قوية سعدادا لتصفيات كاس الأمم الأفريقية لا أريد التهاون مع اللاعبين في أي مباراة أو الاطمئنان لحجز مكان في تشكيل المنتخب طيب دي كانت تصريحات بتاعة الكابتة وتصريحات طبعا مهمة جدا رغم الفوز الكبير على المنتخب السعودي ولكن خلينا أن احنا بنقول أنها استعداد كويس واستعداد جدي آه كابتن محمود جابر رجع خسرا مباراة نائية ولكن استعد استعداد محترم كابتن جابر برضو نفس الموضوع حيلعب على طول طبعا أكيد مش تصفيات المؤهلة الكاس الأمم مش حيلعبها لأنها حتكون موجودة هنا في مصر ولكن مش هنشترك فيها لأن احنا اللي منظمين كاس الأمم في مصر بالنسبة لمنتخب الشباب وأكيد هتبقى بطولة في غاية القوة مش مهم إذا كان رجع بالبطولة والله خسر المباراة النهائية ولكن المهم الاحتكاك والاستعداد الجدي ودوة اللي احنا برضو بنقوله على محمد وهبا اشتركوا في القناة